اشتركوا في القناة لا اريد ان اعرف ساتصل بالشرطة صبرا يا امي انه جارنا لا تقل لي صبرا لقد نفد صبري يجب ان نتحل بالصبر على الاذى حتى ندخل الجنة بغير حساب من قال لك ذلك؟ الامام البخاري ايضا؟ عندي واجبات مدرسية كثيرة هذا كثير كثير جدا لا استطيع عمل الواجب انت ايها لا 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 بد انا تحلى بالصبر الصبر على الاذى الصبر على الاذى هل تستطيع المذاكرة؟ رغم هذا الاذعاج؟ الامام البخاري لماذا تسكت على كل ذلك؟ ألم تنصحني بالصبر على الاذى؟ بلى نصحتك ألم تقل لي صبرا جميلا؟ الصبر الجميل هو الصبر الايجابي ان تحاول حل المشكلة وتصبر حتى يتم الحل ها؟ وكيف احل مشكلة كهذه؟ اكثر من ساعة ونحن واقفان هكذا صبرا يا امي سينضم الينا سكان اخرون اين هم؟ لقد نام الشارع كله كيف ينامون وسط هذا الضجيج؟ ما هذا؟ يبدو انني لست وحدي المعترض على صوت الانذار اخيرا تحرك واحد من السكان يا سيد محمود ألا ترى ان الشارع كله يقف امام سيارتك؟ افعل شيئا يا رجل الحمد لله انتهى الكهربائي من اصلاح جهاز الانذار هل انت واثق من ذلك؟ يمكنك ان تجربه بنفسك عمر ادخل السيارة واغلق الباب حاضر يا امي انظروا رغم صوت الباب لم يعمل جهاز الانذار ربما لم يكن الصوت قوي ساضرب الباب من الخارج لم يعمل الانذار الم اقول لكم لقد اصلحته من اجلكم جميعا الحمد لله حلت المشكلة صحيح حلت بالصبر الجميل نعم الصبر الايجابي رائع اصبحت تجيد التعامل مع التاب نعم لم اكن اعرف ان موقعي على الانترنت بهذه الضخامة قلت لك انك شخصية مهمة ويرى العلماء ان كتابك صحيح البخاري اهم مصدر للاحاديث النبوية الصحيحة لحظة ليست كل المعلومات المكتوبة عنها صحيحة يمكنك ان تصحيحها بنفسك طبعا هي فرصة كبيرة وبما ستبدأ سابدأ بمعلومة يجهلها الكثيرون كيف عاد لي بصري وانا طفل صغير تفضل يا شيخ عبدالله هذه هدية بسيطة مقابل ما تعلمه الابن محمد ابنك موهبة فذة لديه سرعة حفظ للقرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة مذهلة قلبي يتمزق عليه بعد ان كف بصره عليك بالدعاء فهو يرد القضاء ويفتح أبواب السماء شهور طويلة وأنا أدعو ولم يستجب لي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته في الدنيا أو يدخرها له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها ما لم يعجل وما معنى يعجل يقول دعوت ولم يستجب لي إذن أكثر من الدعاء الله أكثر قل لي يا شيخ ما هي أفضل الأوقات للدعاء بعد كل طاعة وعند نزول المطر وبين الصلاة والإقامة وعند المرض والدعاء في جوف الليل حين ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه يا حبيبي يا الله يا رب يا حنان يا منان يا بر يا تواب يا ذا الجلال والإكرام يا لطيف يا شافي يا رحيم يا رحمن اللهم اشفي ابني محمد ورد إليه بصره يا رب اللهم اشفيه شفاء سريعا لا يغادر سقما اللهم الطف به وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم ضعفه وصغر سنه وأعد إليه نور عينه ليرى الكون كما أنرته بنورك الكريم أهلا يا أم حسين تفضلي الوقت متأخر وجئتك لأعتذر لك لن أستطيع تزديد الدين اليوم كما اتفقنا ها؟ والله ليس معي إلا ما أطعم به أولادي انتظريني حتى نهاية الشهر وكيف ستأتين بالمال ربما استطعت أن أقترد مالا من أهل زوجي المتوفي أتستدينين لتسددي ديني عندك ليس لدي حل آخر لا يا أم حسين لن أنتظر حتى نهاية الشهر ماذا؟ ماذا؟ لن أنتظر هذا الدين بعد اليوم اعتبريه هدية مني لأولادك الصغار يا لك من امرأة كريمة بارك الله فيك وشف ابنك إن شاء الله يا رب لا أعرف كيف صبرت على هذا الدين كل هذا الوقت يا بني ألم تسمع قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميصرة؟ ولكنك تنازلت عن الدين كله في النهاية ألم تسمع تكملة الآية؟ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم ولكننا في حاجة إلى هذا المال يا أمي وفي حاجة إلى فعل خير يقربنا إلى الله فيستجيب دعاءنا ويشفي أخاك محمداً ويرد إليه بصرة في هذه الليلة رأت أمي في المنام سيدنا إبراهيم عليه السلام يدنو منها ويقرئها السلام وعليك السلام يا خليل الله ورحمة الآي وبركاته قال لها نبي الله إبراهيم بشراك يا أم محمد لقد قبل الله صدقتك لجارتك وقبل دعاءك ودعاءها لابنك بالشفاء تعني أن الله قد شاف ابني محمداً الحمد لله الحمد لله قال الخليل عليه السلام نعم قد رد الله بصر ابنك قوم إليه لتريه بعينك وهو يرى الدنيا كلها بعينه محمد أمه أتراني يا محمد نعم أراك يا أمي وأرى الدنيا كلها يا حبيبي يا محمد يا حبيبي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين